بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحا كنا بكل خير طالبات العزيزات وأهلا ومرحبا بكنا في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية رؤية المدرسة رؤية المدرسة إعداد فتيات المتعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع أنواع متحضر محافظة على إخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة أما عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا فكي أحافظ على سلامتي وسلامة أصدقائي يمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر يمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين وكذلك غسل وتعقيم اليدين بشكل دوري أما عزيزتي لسلامة معلوماتك وفهم الدرس جيدا في حصة اللغة العربية يجب عليك الالتزام بالآتي التزم باللون الأحمر ومعناه نتبه لمعلمتك اللون الأصفر ضعي كتبك وأدواتك بشكل منظم وجلتي جلسة صحيحة أما اللون الأخضر شاركي وأجيبي على الأسئلة قيمتنا لهذا الأسبوع هي التطوع وحكمة اليوم يدا بيد نتطوع لنبني أما عن التلذيب العلاجي لهذا اليوم فأريد منكنا الإجابة عن هذا السؤال ابني هذه الجملة للمجهول مع الضبط بالشكل شربة محمد الحليبة أي عزيزة أوقف الفيديو وقومي بالإجابة عن هذا السؤال نعم أحسنتي عند بناء هذا الفعل للمجهول نقوله شربة الحليب نعم أحسنتي ماذا فعلنا؟ أولا قمنا بحسف الفاعل في الجملة الأولى ثم قمنا بضم الحرف الأول من الفعل الماضي وكسر ما قبل آخر هكذا قمنا بتحويله من فعل مبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول فنقول أريب الحليب والآن هيا نقوم بالتهجئة الكلمة الأولى كلمة الرسائل كيف نقوم بتهجئتها؟ ألف لام را سين ألف همزة متوسطة على نبرة لام الرسائل الكلمة الثانية الرسمية ألف لام را سين ميم يا تأمر بوطة الرسمية نعم أحسنتنا والآن هيا بنا لاحظي معي هاتين الرسائلتان ولاحظي الفرق بينهما الأولى نرى معا كيف كيف تم كتابتها نعم على اليمين نجد الإسم واللقب العنوان رقم الهاتف وعلى اليسار إلى السيد صاحب العمل الموضوع طلب توظيف يشرفني أن أقدم لي استيادتكم بطلبي للتوظيف فيه وفق المؤهلات التي أحملها حيث أني حاصل على كذا راجيا منكم قبول طلبي وتقبلوا أسماء عبارات التقدير والعرفان المعني أو المرسل أما الرسالة الثانية كيف كتبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك صديقي سالم لقد حصل لي الكثير من المواقف حين غبت عني أرجو أن تكون بخير وترجع لنا معافة لقد افتقدناك كثيراً حين ترجع إلينا سنقضي أجمل أوقات معاً صديقك وصديقك علي نجد عزيزاتي أن هناك فرق كبير بين الرسالتان هناك رسالة كتبت بشكل رسمي ورسالة أخرى كتبت بشكل شخصي إلى صديق ما هناك فرق كبير في كتابة الرسالة إذن موضوع درسنا اليوم سيكون عن مهارة التعبير الكتابي وكيفية كتابة الرسائل الرسمية أهدافنا لهذا اليوم يتوقع من الطالبة في نهاية هذا الدرس أن تحدد السمات العامة لنص الرسائل الرسمية بشكل صحيح أن تولد الطالبة الأفكار التي ستناولها في رسالتها أن تكتب مقدمة رسالة مناسبة لموضوعها مستخدمة علامات الترقيم وإدوات الربط أن تتوسع بكتابة أفكار العرض بطريقة صحيحة مع مراعاة استخدام علامات الترقيم وتوظيفها توظيفا صحيحا وأن تكتب خاتمة الرسالة كتابة صحيح هيا بنا نسترجع ما درسناه من قبل في موضوع درسنا الرسالة الرسمية الرسائل هي عبارة عن قالب لغوي قديم حديث استخدم عبر العصور ومن ذلك رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمم والممالك وكذلك الولاة والقادة إنها الرسائل والمكاتبات الديوانية قديما أو الرسمية في أيامنا هذه هيا نقوم بتحقيق الهدف الأول وهو أن تحدد الطالبة السمات العامة لنصر الرسائل الرسمية بشكل صحيح كما نلاحظ عديزتي هذه الرسالة كيف كتبت؟ نعم بالطبع بدأت بالعنوان العنوان الإلكتروني لأننا الآن يقوم معظمنا بإرسال الرسائل عن طريق الإيميل طريقة إلكترونية إذن لابد أولا من كتابة الإيميل وهو العنوان المرسل إليه الرسالة ثم نقوم بكتابة التماس ونقوم بتوجيه الرسالة إلى شخص ما نكتب اسمه ثم التحية ثم المقدمة ثم العرض ثم الخاتمة وفي النهاية نقوم بكتابة اسم المرسل هكذا نشاهد معا موضوع الرسالة هيا أخبريني ما موضوع الرسالة معنا في هذه الرسالة الظاهرة أمام كنا نعم أحسنت هؤلاء هم طلاب الصف الثادس يعاينون من مشكلة ما وهي عدم وجود ستائر على نوافذ الغرفة ويقومون بتوجيه الرسالة إلى السيد مدير المدرسة ليقوم بحل هذه المشكلة إذن ما العناصر الرئيسة معي في هذه الرسالة؟ نعم وما العلاقة بين المرسل والمرسل إليه؟ نعم أحسنت إذن عناصر القصة معنا أو عناصر الرسالة؟ أولا البثملة نكتب بسم الله ثم نكتب المرسل إليه اسم المرسل إليه العنوان التحية الغرض من الرسالة هو موضوع الرسالة ثم جملة ختامية وفي النهاية نكتب اسم المرسل هذه هي عناصر الرسالة إذن اكتب الآن رسالة رسمية في أحد الموضوعات الآتية هي اختاري إحدى هذه الرسائل لتكتبي فيها لتعبري فيها عن الرسالة الرسمية أولا طلب موجه لمدير المدرسة لإقامة نشاط معين طلب موجه لإدارة المتحف الوطني لتنظيم زيارة له وتوفير مرشد أو طلب موجه لأحد الأندياء الرياضية لحجز قاعة المسرح هي اختاري عزيزتي الرسالة التي تريدين توجيهها أولا لكي نقوم بكتابة الرسالة يجب علينا التقطيط الجيد للكتابة كيف يكون ذلك باتباع الخطوات الآتية أولا حدد الهدف من الرسالة لابد أن أحدد هدفي لماذا أريد إرسال هذه الرسالة ثانيا وظف بعض وسائل الإقناع التي درستها للتأثير في المرسل إليه وكسب مزيد من الاهتمام لرسالتك مثل التعبيرات الموحية التوكيد ذكر بعض الحجج ثالثا استخدم لغة موجزة وواضحة في عرض الموضوع ورابعا راجع كتاباتك قبل الإرسال وتأكد من خلوها من التكرار أو الأخطاء الإملائية والنحوية هكذا يكون التخطيط لكتابة الرسالة الآن نكون قد وصلنا إلى الهدف الثاني وهو أن تولد الطالبة الأفكار التي ستتناولها في رسالتها هيا عزيزتي قم برسم مخطط مثل هذا وقم بكتابة الأفكار التي تريدين كتابتها في هذه الرسالة نظمي أفكارك مقدمة وعرض وخاتمة ولا تنسي عزيزتي توظيف أدوات الربط وعلامات الترقيم فهي أساسية المعنى في أي نص من النصوص والآن الهدف الثالث وهو أن تكتب الطالبة مقدمة رسالة مناسبة لموضوعها مستخدمة علامات الترقيم وأدوات الربط هيا عزيزتي هكذا نقوم بكتابة المقدمة أولا بسم الله الرحمن الرحيم التماس ونكتب عنوان وهو الدوحة قطر على سبيل المثال ثم نكتب اسم المرسل إليه والسيدة الفاضلة مديرة المدرسة ثم التحية تحية طيبة وبعد ثم نقوم بكتابة المقدمة أو جملة اتتاحية لجسالتنا هيا عزيزتي قومي بكتابة المقدمة في مسودة التعبير بعد البسملة والمرسل إليه والتحية أحسنتي إذن من الطالبة المتميزة التي ستقرأ لنا المقدمة التي كتبتها في المسودة هل قمت بكتابة البسملة هل كتبت عنوان الرسالة هل كتبت بريد المرسل إليه هل كتبت اسمه اسم المرسل إليه هل كتبت التحية إذا قمت بكتابة هذه الأشياء تكونين بالفعل قد قمت بكتابة مقدمة مناسبة لرسالتك الآن نصل إلى الهدف الرابع هو أن تتوسع الطالبة بكتابة أفكار العرض بطريقة صحيحة مع مراعاة استخدام علامات الترقيم وتوظيفها توظيفا صحيحا هل نقوم بكتابة العرض كما نكتب الآن على سبيل المثال أود أن أقدم لكم أطيب التحيات وأشكركم على جهودكم المبذولة وأود أن أعلمكم بأنني أواجه مشكلة مشاهدة الفقرات الصباحية في الطوامور الصباحي وذلك بسبب وقوف زملائي الأطول مني قامة في الأمام لذا أرجو منكم ترتيب الطلاب حسب الطول نعم هذه هي مشكلة أو عرض للرسالة التي نريد توجيهها إلى مدير المدرسة على سبيل المثال نعم الآن هيا أخبريني هل قمت بكتابة العرض في مسودة التعبير تستطيعين فعل ذلك الآن ولا تنسي من البداية أن تكتب عنوان الطلب والغرض من الرسالة وأساليب الإقناع واللغة الموجزة وعبارات الاحترام أحسنتي والآن من الطالبة المتميزة التي ستقرأ علينا العرض التي قامت بكتابته هل كتبت عنوان رسالتك؟ هل كتبت الغرض من الرسالة؟ هل قمت باستخدام وسائل الإقناع؟ أحسنتي إذن الآن تكونين قد قمت بكتابة العرض المناسب ونكون قد وصلنا إلى الهدف الخامس وهو أن تكتب الطالبة خاتمة الرسالة كتابة صحيحة كتابة الخاتمة فتكون على سبيل المثال نقول شاكرين لكم حسن تعاونكم مع خالص الشكر والتقدير ثم نكتب بعدها الطالب كذا نكتب اسم المرسل نعم هكذا نكون قد قمنا بكتابة خاتمة مناسبة وكما تلاحظين لقد قمنا باستخدام علامات الترقيم وأدوات الربط والآن هيا قمي بكتابة جملة ختمية ثم اسم المرسل نعم أحسنتي بارك الله فيك والآن من الطالبة المتميزة التي تتقرأ علينا الخاتمة التي كتبتها في المسودة نعم هل قمت بكتابة جملة ختمية هل قمت بكتابة اسم المرسل أحسنتي بارك الله فيك بهذه الطريقة تكونين عزيزتي قد قمت بكتابة رسالة تامة العناصر ونكون أيضا قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أترككنا في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته